فساد وانفلات أمني وفوضى سياسية وانهيار اقتصادي وفوق ذلك كله نظام قمعي ديكتاتوري هكذا أصبح العراق بعد ثمانية عشر عاما من الغزو الأمريكي متصدرا كل مؤشرات الانحدار ومحاصرا أهله حتى إن قرروا مغادرة البلاد فجواز السفر العراقي تذيل جوازات السفر لدول العالم مؤشر الديمقراطية في قسم الأبحاث التابعة لمجموعة The Economist البريطانية وضع العراق في صدارة الأنظمة القمعية مستندا على غياب التعددية الحقيقية والحريات المدنية وفقر الثقافة السياسية هذا التقييم المعتمد على معطيات عام 2020 يصنف العراق بنسق واحد مع إيران والبلدان التابعة لهيمنتها ما يكشف عن مدى تأثير إيران في بناء الأنظمة القمعية وتغذيتها وتعليمها أساليب إرهاب الشعوب وإقصائها من الحياة السياسية ويأتي هذا التقييم ليبرهن أن حالة الفوضى السياسية وكثرة الأحزاب وتأجج الصراعات بينها لا يعد حالة ديمقراطية كما تحاول الجهات الشمولية إهام المتابعين بوجود ديمقراطية في العراق من خلال المبالغة في إنشاء التيارات والأحزاب وزجها في معترك السياسة في حين أن مرجعية هذه الأحزاب واحدة والعقلية التي تعمل بها هي ذاتها التي عمل بها حزب الدعوة أيام حكمه الأوحد في الفترات الأولى ما بعد الغزو الأمريكي حال العراق الحالي ينطبق عليه تماما مصطلح على تسميته بديمقراطية القشور وهي حالة يعتبرها مراقبون أخطر من الشمولية المباشرة بسبب ما تخلفه من فوضى سياسية مدعومة من أطراف المسلحة وينعكس خطرها على حياة المواطنين الوعي الشعبي العراقي بات يثقه الواقع السياسي لذلك لخص طريق الخلاص من المصائب بمطلب رحيل العملية السياسية كاملة وإسقاط مظلتها الجامعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر